كما حقق الجهد الخدمي نسبة إنجاز متقدمة في مشروع ماء البصرة الإنبوبي الذي سوفر كميات من المياه بشكل مستمر إلى المحافظة ويسد حاجتها المشروع يبدأ من نظم البدع في ذيقار وينتهي بأحواض التلسيب قرب مطار البصرة الدولي يستمر الجهد الخدمي في البصرة بالعمل على تطوير البنى التحتية بشكل عام ومنها تنفيذ مشروع ماء البصرة الإنبوبي الذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي ستعزز إيصال المياه الخام إلى البصرة بصورة مستمرة وحسب حاجة المحافظة قناة البدع كانت تعاني دائما من كسارات وانهيارات وهذا المشروع هو طول 55 كيلومتر المنطقة الحرجة هي تبدأ لمسافة 55 كيلومتر طبعا يتكون المشروع من محطة الضخ بأستو بتصريف 10 متر مقعب الثانية تضخ المياه خلال المبوبين دكتايل الغاية من المشروع والهدف من المشروع هو إيصال كمية كافية إلى محاوظة البصرة وكذلك التحول من النظام المفتوح إلى النظام المغلق لتأمين حص كافية من المياه إلى محاوظة البصرة والتقليل من التجاوزات على القناة المفتوحة كما أن نسبة الإنجاز تسير بوتيرة متصاعدة منها الأعمال الترابية التي جهزت لنصب الأنابيب إضافة لتأهيل محطات الضخ ومسار قناة البدعة وتطهير أحواظ الترسيب من النباتات المائية جاري العمل لإنجاز الأجزاء المتبقية يشمل العمل أيضا أعمال حفريات وأعمال الدفن وأعمال استبدال بالجلمود قبل تهيئة أو مد الأنابيب العمل ساري وجاري والأمور طيبة إن شاء الله والشركات متقدمة بنسبة الإنجاز خصوصا بعد توفير الكميات المطلوبة من الأنابيب وصلت الموقع بشكل كامل المشروع يمتد بطول المسار الكلي الذي يصل إلى 220 كيلومتر ويبدأ من نظم البدعة في محافظة ذيقار وينتهي بأحواظ الترسيب قرب مطار البصرة الدولي ومنها إلى محطات الإسالة عبد الرحمن السباهي العراقية الإخبارية